أستاذ مصلحي نعم اتفضل يا فندي وعليكم السلام وحضر كاتو ازاك دكتور اتفضل يا فندي معليكم السلام وحضر كاتو كل عاما انتم بخير وانت حضرتك بخير وبصحة وبفضل انت سمعني يا أستاذ مصلحي ايوة حضرتك بقول لحضرتك دلوقتي انا زوجتي متخفية بقالها عشر شهور قالوا ان شاء الله سبحانه وتعالى يجعلها في فسيح الجنات ان شاء الله يجعل قبلها روضة من فيها الجنة عليها وكده الناس بقول لي اللي بالعياد ده بيحرقها ومش عارف ايه سلم يا رب فعلا وسردك قاضي على الكلام ده اقول لحضرتك ايه الجواب على ده بس يا سيدي حاج مصلحي احنا عندنا البكاء البكاء وسيلة او اداة تعبير اما بتعبر عن الجزع وعدم الرضا او بتعبر عن الشفقة والرحمة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل سيدنا ابراهيم عليه السلام ابن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي حاصل بكى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اتبكي يا رسول الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما هي رحمة يعني وكأن رسول الله يسترحم الله سبحانه وتعالى بدموعي ويسترحم الله سبحانه وتعالى يطلب الرحمة لابراهيم يبقى ايه اذا لو كان الانسان بيبكي شفقة وطلبا للرحمة على فقيده اه لا ده حاجة ما تمنعش خالص وما يبقاش فيها شيء تاني خالص انما لو كان الانسان بيبكي جزع فهو اللي بيتضرر طب قالوا بقى في حديث ان الميت بيعذب ببكاء اهلي قالوا اه ده ان هو موصيهم ان هم يولولوا ويتشحتفوا ويعيطوا ويجزعوا لما هو يموت لكن اذا كان ده ولا وصهم ولا اي حاجة فالميت لا يتضرر يبقى حاجة واضحة اهيه اذا انت بكيت على الميت الميت لا يتضرر الا اذا كان الميت طالب منك ان انت تحصي ربنا وتعيط جزعا وتبقى انت لا صابر ولا تقبل قضاء الله ولا اي شيء اه ساعته هو اللي يتضرر طب اذا ما كانش ده فهو لا يتضرر ولا يصل اليه اذا ليه ولا تزير وزيرته وزيره اخرى خلاص هو خلاص انقطع عمله ومش هيتأذى من ده يبقى امتل ميت يعذب بكاءه اذا كان هو موصي اللي هم يندبوا عليه ويلطموا ويشقوا الجيوب اه ساعته هو بقى يبقى هو الا حاصل لانه طلب من ده فخلاص ادلوا على الخير كفاعله وهو الامر بهذا الشر فخلاص يبقى هو يتحمل ده لانه دوت من باب التعاون عن الاثم والعدوان فخلاص يبقى دوت هو دوت الحالة الوحيدة طيب واذا ما كانتش كده وانت بتبكي من نفسك شفقة على المفقود لا دوت خلاص يبقى ايذن يبقى ايذن احنا عرفنا خلاص عشان لا يكسر اللغط في هذا الكلام لان في كتير من الناس جدا جدا عندهم يعني شفقة على فقدهم فيبكوا فييجي واحد مش فاهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجي يقول له انت كده بتعذبه وانا بشوف ناس بتعمل حاجات في غاية الصعوبة في لحظة دفن الشخص والواحد بيبكي فالتاني عايزه يوقف دموعه وهو مش قادر ربنا رحيم ويحب الرحمة فاذا كان ده من قبيل الرحمة فده لهو معصية للفاعل ولهو كذلك يؤذي الميت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر